وتبقى يعني صحة وهنا على قلبكم بإذن الله وأنا دلوقتي هبدأ أعمل الوصفة الوصفة دي إن شاء الله تكون بسيطة وخفيفة وهقول لكم البدائل فيها بإذن الله إحنا شغالين خليني أقول البوزة العربية بالفوزدو في مقادير اللبن بتكون على لبن حليب وفي مقادير اللبن تنفع نعملها بلبن بودرة أنا أعملها باللبن الحليب لأن ده الطبيعي والعادي لكن ممكن أوي نقول نحن نعملها بلبن بودرة لكن في المقابل هيبقى اللبن البودرة حوالي 3 كبيات على كبيتين ماء تمام؟ طيب هنقول بقى 4 كبيات من اللبن خلاص؟ اللبن يفضل يكون كامل الدسم يعني لبن يكون ما شاء الله من الأنواع الجيدة طيب عندي كبيات سكر وعندي 3 معالق كبار من السحلب الصافي أو ربع كباية من النشا يبقى 3 معالق سحلب صافي اللي هو من غير إضافات من غير أي إضافات علي أو هنحط مكان ربع كباية من النشا عندي معلقة صغيرة مستكة مطحونة أنا عايزة مضمون المستكة اللي هطحنها تطلع لي معيار معلقة صغيرة بتاعت الشاي كمام؟ طيب عندي بقى 250 جرام إشتة يعني حوالي كباية ونص أو كريمة اللي متوفر عنده حضرتكم طبعاً الإشتة بتدي يشقدر أقول لكم الإشتة بتبقى يعني ده طعم حلو قوي بس يفضل الإشتة العلم مش هقول الإشتة البلدي أو الكريمة خلاص اللي هي الكريمة الخفق طيب عندي بقى معلقة كبيرة الماء زهر وده اختياري لللي بيحب طعم ماء الزهر لأن هي بوزة عربي هم هناك بيستخدموا ماء الزهر كمان أكتر الكمية بتبقى أكتر من المعلقة اللي أنا حطى لوصل لتلات معلقة كبار كمان أنا عندي هنا كباية من الفوزدق المجروش يعني الفوزدق بجيبه نقعه في شوية مية وصف فيه واسيبه كده ياخد يعني يجف كده وبعدين أبدأ أجرشه أو أضربه نصف ضربج أو أقصره بحاجة في جوة كيس تلاجة وأخليه مجروش هنبدأ بقى نقول بسم الله أول حاجة هنخلي بقى أحط لطبق المعجنات ده هنا بسم الله الرحمن الرحيم معانا ماروان 15 سنة أهلاً 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 ماروان أهلاً بحضرتك أهلاً بيك إزاي حالتك الحمد لله إزايك أنت كويس الحمد لله حالتك من وراء الشاشة ربنا يبارك فيك يا رب ويسعدك يا رب دايماً أنا بحب حضرتك أولي يا حبيبي وأنا كمان والله ربنا يعزك يا رب ويخليك لباباك والممتك يا رب أنا كنت عايزة أسأل حضرتك عن صديق المحشي المحشي إيه يعني وصفة أنهي حشو محشي يعني الكروم الكروم بحضر من عناي يقولها لك حالاً دلوقتي شرفتني ونورتني ماروان شكراً جزيلاً لزوءك مرسي طبعاً بشكركم جداً مش قادر أقولوك أنا يعني أسعيدة جداً بالحاجات دي وبتصرف بطبيعتي فإيه يعني تليفوناتكو دي عزيزة علي جداً والله بجد كلامكو يعني أغلى حقيقي والله أنا دلوقتي بدوب السكر حطيت كوباية السكر على الأربع كوبايات اللبن بدوبه وهاخد دلوقتي السحلب اللي قولنا صافي أو مكانه هيكون النشا أنا عايزة يديني حط كده معلقتين وخليني نشوف الخليط عايزة يديني خليط نعم ولكن مش مهلبية معانا فراولة يا روح قلبي فراولتي عظيمة إيه يا روحي قولي عاملة إيه يا حبيبي أنا كويسة يا حبيبتي ما لصوتك منورة الدنيا تعبيني شوية ألف سلامة يا روحي إيه بقى منورة الدنيا ربنا يا خليك منورة بوجودكو والله عاملة إيه يا عظيمة أنا كويسة حبيبتي مالك يا روحي أمنية أخبارها إيه تؤمنيني لسه بكرة راحل الدكتورة وحد ديها المعاذ إن شاء الله على خير يا حبيبتي سمعنا الخير عنكم وإسلام إنها فكراني وفكر بنتي طبعا إزاي بقى يخليها يا رب يخلي إسلام وتفرح بيه أمين يا رب ويفرحك بحفتك يخليك الله يخليك ويخليك الأولادك ويحفظهم لك أمين ويخليك وليه الأهم من ده ويخلي المخرج بتاعنا ويخلي الإعداد كله ويخلي أحمد عادل حبيبي الله يخليك يا رب يسلام زوءك حبيبة قلبي وديك الصحة تفضّع لي يا روح بتاع اللبا المكثف ده ممكن بدل الزبدة أحطله سمنا بلدي آه ممكن سمنا معلقة واحدة ما يجراش حاجة ما هي معلقة؟ آه معلقة واحدة بس بقى مجراش حاجة آه سمنا نباتي تنفع سمنا بلدي مجراش حاجة مش مهم؟ طيب المهم مادة دهنية تفضّع لي جلاش الحاجة آه يلازم تحط على قصة حاجة آه ادربيل وبيضة بشوية لبن كباية لبن وبيضة ملح وفلف أو جبنة أو جبنة المكثف حطيها جوة المبشورة جوة كباية اللبن وصبيهم كده آه بس كده عشان تبقى ما تشطش من فوق ويبقى هو كله قوام واحد آي وف بس كده نايا شكرا يا عزيزي اللعافي روح قلبي وقال في سلام عليك حبيبة قلبي طيب أنا هقلب في ده لحد ما نوصل للقوام اللطيف مش هعمل أي حاجة إلا ما حاجة ترجعوا بالسلامة بعد الفاصل مستني يا حضرات ورجعنا لكم مشاهدينك را مرة تانية بعد الفاصل أنا دلوقتي حطيت السحلب واللبن هضيف الكريمة أو مكانها اللي هي القشطة لقلب زي ما حضراتكم تحبوا اللي متوفر طيب هناخد بقى معنا تليفون تغريد أهلا وسهلا سلام عليكم تغريد تغريد طب معنا أم محمد من الأليوبية تغريد حاولي تكلمينا سلام عليكم أم محمد فاصلت طب معلش ده حظينا اللي وحش إحنا إن فاصل التليفون يريد تحاولوا تكلمونا تاني عايزين نسمع صدق أم محمد من الأليوبية أهلا وسهلا وتغريد حاولوا تكلمونا تاني طيب أنا بقلب حطيت الكريمة اللبن الثحلب الصافي أو مكان ربع كباية من النشا هبدأ أقلب في الوقت ده هاخد المستيكة بتاعتي عشان أطحن المستيكة إذا ما أعلاق سكر لازم أحط معاها معلقة سكر ليه؟ علشان تطحن بسهولة وتبقى نعمة ما تبقاش فيها حتت إن الحتت دي لما هتيجي تحت سناننا وإحنا بناكل عارفين إيه بتعمل زي الشابة كده طيب هنبدأ آه لا دي من السكر معلش لها لكم حاضر حاضر من عناي آه لا لا حبيبي براحتكوا طب طيب لا لا حبيبي أمت والله ربنا يخليكم خليني برضو أبعد تحية يعني حبيبتي زوجة المخرج الجميلة اللي معينا أحمد مطاوة عشان هي أحد من الناس المحترمة جدا وبحييها والله من خلال برنامجي وبقولها أنت إنسانة جميلة خلوقة أنا شفتها لما هو كان تعبان شفتها مش زوجة شفتها أم وأنا بحييكي وبشكرك بجد من خلال برنامجي حيي ده شيء مهم قوي إن العلاقة تبقى فيها أخوة وفيها صداقة وفيها كده ربنا يا رب يحفظك ويخليهولك ويكفيك وشر كل حاجة وحشة وكل اللي سمعيننا يا رب بإذن الله كل حد ربنا يشفي كل مريد يا رب سمعكو كل خير تسلم إيه دكي حمال بصوا بقى بدأ الخليط شوية إيه يتقل سنة هاخد بس معلقة السكر دي بعد إذن حضراتكو حطها هنا ومعانا مادم أمل أهلا وسهل عندها 14 سنة أمل أهلا وسهلا أمل حبيبتي أهلا وسهلا يا روح قلبي تسلمي يا حبيبة قلبي أنت عندك كم سنة يا أمل عندها البحضان ما شاء الله عليك يا حبيبتي تدخلي المطبخ أه بارك الله فيك يا روح قلبي مش عايزة أي حاجة يا أمل أعايزة بس عرف طليل تعمل البيتزا البيتزا أنت عايزها العجينة نفسها أه حاضر يا حبيبة قلبي من عنايا الاثنين شرفتيني ونورتيني يا أمل مرسي يا حبيبة قلبي طيب إحنا الريحة بقى بدأت إيه الكريمة مع اللبن والسكر اللي واحد وعامل شغل لسا بقدراتي هطحن بس بسرعة تمام هاخد كده وهاخد أول ما بدأ يغلي بصوا معانا تغريد رجعت لنا مرة تانية أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا حبيبتي أهلا بيكي حملة إيه الحمد لله حبيبة قلبي إزايك الحمد لله يا روح قلبي ماما عايزة بس تعرف الصناعة كلنا بسامل من عناية الاثنين يا حبيبة قلبي حاضر وسلمي على ماما وربنا يخليكي ليها حبيبتي اسلام عنايكي اسلام يا روح قلبي شرفتيني ونورتيني ربنا يخليكي تفضلي ماما عايزة تكلم حضرتيني الديهان يا روحي أهلا وسهلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حبيبة قلبي ماما التغريد أنا كان نفسي أسمع صوتك أهلا بيكي طبعا نورتيني من عناية الاثنين يا حبيبتي ويساعدني سمع صوتك مرة تانية طبعا طيب بصوا بقى بدأ الخليط إيه بصوا يتقل أنا طحنت هنا المستكة هقول حالا للحاجات اللي مطلوبة لو في فرصة عايزة تنزلوا التطبيقات نزلوها لسه طيب دلوقتي هضيف هنا المستكة بحطها في الآخر عشان ما تقعدش تغلي كتير فاتمر في الآواخر يبدأ بس يديني قوام وهذه الأول ما بتبدأ تسخن يديني بس قوام شوية وبعدين هجهز بقى إحنا عندنا إيه هنا عندنا ده السجد مثلا أو الفايركس دي مفروض يبقى فيه حاجة مربع مستطيلة شوية خليني أدهنه مثلا بيه أخذ من هنا كده إيه بهنة خفيفة من الزبدة هنا تحت ألزق عليها بس الورق سواء ورق خبز أو نيلون عشان أعرف أشيله منه أنا هارول له طيب طيب أنا هجاوب بس حالا على مدام مجدى عشان هي يا حبيبتي عايز تعمل الكفتة مدام مجدى الكفتة بتنشف أولا لازم اللحمة يبقى فيها نسبة دهون يعني أنا لما أجي أطلبها من الجزارة أقول أنا عايزة اللحمة هعملها كفتة كفتة الحاتي يبقى فيها نسبة دهون شوية تاني حاجة ما أنا سايبة ده بس شوية أبل ما أعمل هنا تاني حاجة لازم تضيفي شوية برغل أنا بحط معلقتين برغل ببلهم واسبهم في جن واخد أعصرهم كده واصفيهم تالت حاجة البصلاية هناخد بصلاية صغلنا أنا قد كده حط عليها رشة ملح بعد ما أبشرها واسبها في جن تنزل الماء بتاعتها أعصرها واخد التفل بس وما تكترش كمية البصل خلاص هحط دول فوق اللحمة اللي هي فيها نسبة دهون على قلع 20% وبعدين أحطهم في الكبة لازم تنعمي خليط يعني سيجيبتيها مفرومة من عند الراجل بس لازم تنعمي الخليط كويس جدا كمان عن كده فلازم أدورها بالكبة إما بإيدي أفضل أهرسها كويس قوي بإيدي مع ملح وفلفل وبهرات مع معلقتين البرغل ملح وفلفل وبهرات السبع بهرات أو بهرات اللحمة زي ما أنت عايزة وأبدأ بقى أشكلها أسيبها تسقع لازم اللحمة تكون سقع نتحطيها شخنة أبدا خلاص هحطها في التلاجة وغطيها واسيبها نصف ساعة وإن أبدأ أخذها أشكلها ودايما عشان اللحمة ما تنشفش من حضرتك اعملي صوابع الكفتة محملة شوي تخينة شوي يعني بلاش تبقى رفاية لأنها لما هتنشف يعني لما هتستوي هتنشف لازم فيها شوية عصارة فيها تراوة طيب معنا التطبيقات هماشي نعرض التطبيقات هحط هنا بس الفوزدق هنا بصوا حضراتكم دي مادام كريمة مادام كريمة معنا أول تطبيق قط كده شوي تخص دق تحت مادام كريمة عاملة تارت داب الموز الله تسلم إيديها والله ودا دي كيك شوكولاتة نور الحياة عاملنا إيدا كيك شوكولاتة تسلم إيديها يا رب الله إيه الحاجات الحلوة دي أحمد سمير يا بوحمد إحنا إحنا يا بوحمد إنت عمل لنا حاجات حلوة كتير واللي عايز يدخل يشوف حاجة أبوحمد حطها هنا حطه هنا يدخل يشوف حاجة أبوحمد يدخل عنده يتفرج على الحاجة الجميلة تسلم إيدك يا أحمد أحمد سمير تسلم إيديك يا رب ربنا يوفقك ويكرمك ويساعدك ويكتب لك الخير كله والموبار الأمر ده كان لازم أتعيز منع الموبار ده دي عبير البناني تسلم إيدك يا عبير حبيبة قلبي طيب إحنا عاملنا نفاتة الله الله إيه يا بير والكلام الكبير ده تسلم إيديك وعنيك يا حبيبة قلبي وإيه الجلاش ده جميل جدا ده عبير اللي عامل تسلم إيديك إحنا في حاجات ملحقناش مادم سميرة كيكتل مش مش بقى وعيدك إن شاء الله يمل حد الحاجات بتاعدك وأنا اللي هطلعها بنفسي وأبص عليها بصوا الخليط بس قبل ما أصب بصوا بقى الخليط بقى فيه سماكة إزاي أهو خليني أورهلكم المعلقة أكتر كده بصوا أهو مش 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 تخين ومش رفاية بصوا لما أعمل كده مش هيرجعوا على بعض تاني أهو أهو شايفين الخليط إزاي هرجعوش على بعض لكن مش تخين بردو تمام هحط آخر حاجة معلقة ماء الزهر طيب إحنا هنقلب بس تقليبة كده سريعة هرفعه من على النار مش هلمسه ولا أجي جنبه إلي لما يبرد تماما ويبقى في حرارة الجو الطبيعية بارد 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 تماما هتبقى الخليط ده بارد خالص خالص ده اللي لسه طالع معنا هون معجنات اللي طلعت معنا دلوقتي هروح صباه بعد ما يبرد تماما حضراتكم خليكم معي بس في الخطوات بسم الله الرحمن الرحيم اعتبره برد برد بحرارة الغرف بحرارة المطبخ هسوب بكده بعد ما يبرد عشان هيتقل وهعمل كده ممكن يبقى قالب بقى أخد منه بل بصوا بقى الفوصدق طلع بس معيش عشان ده صغر رجاءا أنا بقول وبؤكد تاني لازم يبرد يبرد تماما خلاص هسيب بقى ده بسمحول يطلعوا قدام سينا أحمد نشوف العينة فين الجاية خليني أطلع دول بسرعة العينة فين يلا هات يا حبيبي بصوا بقى الجمال بصوا الجمال بصوا الجمال أنا عايزة طبق تاني أحط فيه الحاجات الحلوة دي ممكن أحط هنا على التوتنج بورد الحلوة دي نحط عليهم كمان المعجنات الجميلة بصوا الجمال تسلم إيدك يا حمد بصوا بعد ما بيبرد بعد ما بيبرد أطلع بس دول كده هنا كده بسمحولي أقدم دول هنا بسم الله الرحمن الرحيم كده بصوا بقى هنا شايفين جمد بس عشان بس التلاجة عندي الفريزر أنا حطا بقى له كتير ما طلعتوش خفتي تسلم إيدك يا حمد مفهود بقى أن أنا أعمل إيه نهدى بس سنة وأعمله رول بس مش عايزة أكسره دي بس إيه أخديه بس أقطعه حيطة حتى ولو كيوبس لأن خلني أخذ السكينة دي أنا بقى قبل ما يجمد مية في المية سيبه ساعتين في الفريزر خلاص برد خد حرارة المطبخ العادية أخده أصبه فوق القاعدة اللي أنا عملتها هدخله الفريزر ساعتين بعد الساعتين هاخده أعمل كده ألفه زي السويس رول يبقى رول وروح رش بقيت الفزق على وشه عايزة يبقى كده واخده بالبولة بتاعة الأيس كريم اللي هي الأيس كريم سكوب أو معلقة الأيس كريم خلاص تمام هاخدها وأحطها المحشي الكروم أهم حاجة في الخضرة بتاعته إن إحنا نكتر من القصبرة الخضرة بقدونس شبت نقلل نزود في الكمون يعني ملح فلفل بوهرات اللي هي السبع بوهرات كمون ونحطله في الوصفة بتاعته مع البصل فصين توم مفرومين لازم أو معلقة توم مفروم بتدي نكة حلو نسلق الكروم في مية وكمون ويتقطع مظبوط ونعمل الخلطة من البصل والتوم وبعدين أضيف عليهم التماطم أو التماطم متقطع صغير قوي أو معصورة ومتصفية وأضيف معها صلصة أدعم اللوم تغلي غلوة مع بعض أضيف أضيف نار أضيف الخضرة اللي متقطع شبت بقدونس كسبرة بس بنسبة أعلى شبت قليل ملح فلفل بوهرات كمون وأبدأ أحط الرز ناي ما بنقعوش أحطه وأقلبه وطبعا بعمله في زيت أنا ما بحطش سمع دي طعم بزيت يبقى نحط زيت ومعلقة سمنا تدي طعم للمحش لأن أنا هديله مع شوية طماطم معصورة معلقة زبدة بلدي أو سمنا بلدي وهروح ساقية في الآخر بعد ما يبدأ داخل على سوا بعد ما حطله شربته واسويه فروح ميديله النكهة بتاعة السمنة مع صوص الطماطم الحلوة ده يبقى بيلمع ورحته حلوة وطاري أوعدكم أن أنا أقول بقية الوصفات من عندي والعين دي من الحد إن شاء الله لأن الوقت للأسف على الآخر بس خلييني أطلع كده أنا هي المفروض تطرع عن كده شوية ألفها رول وأطلع وأنا بصو حطيت البلاستيك عشان تطلع معايا بشكل لطيف وخليني أحط شوية الفوز دقبق اللي باقيين كده على وشها عايز ألف البوزة دي زي الرول لفوها بس هي جينا جمدت معايا نسعيبها بقلي فترة طويلة قوي وما تطلعتاش خفتة سيح فهنلفها زي السويس رول كده ونحط عليها وتتقطع حتة يعني تقطع كده وتتكت بالمعلقة كده شكرا